صباح الخير مجدداً مشاهدينا نذهب هلادي إلى فلسطين وموضوع يتعلق بالبطاريات القديمة وبعض الإشكالات كما يبدو الإشكالات البيئية خاصة مطروحة في غزة فقط من الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية إنما أيضاً تداعيات هذه الأزمات البيئية وخصوصاً على قطاع غزة حيث يعتمد الكثير من الفلسطينيين في القطاع على البطاريات كمصدر للطاقة في ظل العجل كبير لدى القطاع في توليد الطاقة الكهربائية بعدما قسفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة عام 2006 غير أن هذه البطاريات هلادي التالفة والمستهلكة باتت تمثل تحدياً بيئياً حيث تشكل بمجموعها تلالاً من النفايات الخطيرة على الصحة والبيئة بسبب ما تحتويه من محاليل كيميائية هذا ليس مستودع للبضائع الإلكترونية بل هي تلال من البطاريات القديمة منتشرة بكل زاوية من ساحة الخردة بالقرب من استياج الفاصل بين غزة وإسرائيل وهي أحد بضعة مواقع خصصت لتخفيف آثار التداعيات البيئية لانقطاع التيار الكهربائي في غزة ولتقليل تأثير آلاف الأطنان من البطاريات القديمة التي تراكمت بعد 15 عاماً من الحصار خصص مسؤول البيئة خمسة مواقع تخزين بعيداً عن المناطق المقتضة بالسكان لكن تسرب بعض الملوثات أمر لا مفر منه مما يزيد من المشكلات المتفاقمة في القطاع هناك احتمالية لخطر وصول جزء من الرصاص إلى مصادر مياه الترب مثلاً وهناك أيضاً خطر من تطاير الغبار البطاريات وتلوث للنباتات والأشجار والتربة أيضاً والناس ميسوروا الحال فيلجأون لبدائل عالية التكلفة فقد تم توزيع نحو 165 مولداً يعمل بالديزل في أنحاء القطاع مما يوفر كهرباء احتياطية لكنه يفاقم مشكلة تلوث الهواء أكثر من 2 مليار دولار تم صرفها على بدائل غير مجدية في قطاع غزة ناهيك عن استخدام المواطنين إلى مولدات تعمل على وقود الديزل ونسبة التلوث ارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة يوفر اتفاق مبدئي أبرم في الأوينات الأخيرة مع مصر بشأن استغلال حقل غاز بحري بعض الأمل في الحصول على طاقة بتكلفة أقل في المستقبل ولكن حتى هذا الحين سيتعين على معظم الناس الاستمرار في تدبير حلول بأنفسهم معنا من معنا محمد مصلح مدير دائرة المصادر البيئية في سلطة جودة البيئة بقطاع غزة أرحب بك معنا في صباح جديد سيد مصلح إذن أكوام من البطاريات القديمة والمكدسة من الممكن أن تشكل خطر حقيقي على البيئة وعلى الإنسان والحيوان في قطاع غزة ما هي أبرز المواد الضارة التي من الممكن أن تصدر عن هذه البطاريات وتضر بالبيئة صباح الخير لكم ولكل السادة المشاهدين حقيقة هناك تلال كبير من البطاريات التالفة منتشرة أو موزعة في مواقع مختلفة في قطاع غزة حوالي 25 موقعا بحوالي 25 ألف طن من مختلف أنواع وأحجام البطاريات جل البطاريات يتكون من الرصاص وبعض المواد المعادن الثقيلة الأخرى أخطرها الزئبق والكاديموم هذه كلها مواد خطيرة وضارة بالصحة والبيئة وتتوزع في الكليتين والدماغ والرئتين وتخزن في الأسنان وفي العظام إذا ما وصلت إلى جسم الإنسان وتسبب تعمل على مشاكل في التشوهات الخلقية صعوبات التعلم عند الأطفال صغار السن وأيضا إضافة إلى الأخطار البيئية لهذه المواد السامة مثل حمض الكبريتيك كل هذه المواد فيما لو وصلت إلى مكونات البيئة تسبب أخطار يعني لو وصلت إلى المياه الجوفية الرصاص وصل إلى المياه الجوفية أو الزئبق ذلك يؤدي إلى منع استخدام الآبار المنتشرة في محيط بؤرات الثلوث نعم سيد محمد لنتحدث أكثر أو لنوصف هذا الواقع قطاع غزة يستورد مئات الألاف من البطاريات سنوية لأنه ما فيه كهرباء في القطاع منذ عام 2006 هذه المخلفات البطارية إسرائيل تحضر تصديرها إلى الخارج مما يجعلها تتراكم وتسبب إذن المخاطر البيئية وصحية طيب هذه المشكلة أين يكمن الحل خصوصا أن هذه البطاريات تشكل مصدر رزق للكثيرين وأيضا ماذا عن إعادة تدويرها ألا يمكن تنعكس إجابا على البيئة وبالتالي أيضا تشكل وفرة اقتصادية للقطاع سؤال جيد بالتأكيد هناك حلول مطروحة في أعلى المستويات ولكن الحل الوحيد والأساسي في هذا الموضوع هو تزويد قطاع غزة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية حوالي 350 ميجا وط يحتاج قطاع غزة بالإضافة إلى 150 الموجودة الحل الأنجع والأمثل لهذه المشكلة البطاريات هو عادة تدويرها من خلال إقامة منشأ أو مرفق لتدوير وفصل كل المكونات الموجودة في هذه البطاريات لأن مكونات البطاريات تعتبر وهو مصدر جيد للمواد الخام من الطبيعة لكن الأثر الشديد الاحتلال المستثمرون يعزفون على القيام بالاستثمار في هذا المجاد نظرا لتكرر قصف ورش ومصانع البطاريات في الفترات السابقة منذ العام 2000 سيد مصلح معذرا عن المقاطع يبدو حتى أن البدائل عن هذه البطاريات أيضا ملوثة ومفاقمة لمشكلة تلوث الهواء هنا نتحدث عن الديزل لكن هناك اتفاق مبدئي أبرمة مع مصر بشأن استغلال حق الغاز بحري يعني يمكن أن يبعث الأمل في الحصول على طاقة نظيفة مستقبلا الذي يعرقل تجسيد هذا الاتفاق إلى الآن نحن في سلطة جودة البيئة نرحب بهذا سلطة المياه وجودة البيئة نرحب بهذا الاتفاق بين فلسطين وبين الشقيقة مصر لإعادة أو استخدام هذا الحقل لكن تفاصيل هذه الصفقة أو تفاصيل هذا المشروع الكبير لم تظهر حتى الآلة للعلام إسرائيل في مرات عديدة توصلت مع جوانب أو مستثمرين من أجل إعادة استخدام هذا الحقل ولكن الأمل هذا دمرته آلة الاحتلال نأمل أن يكون استخدام هذا الحقل قريب جدا وأن يكون لقطاع غزة نصيب من هذا الحقل شكرا لك محمد مصلح كنت معنا من قطاع غزة شكرا جزيلا لك شكرا لك